اهلا بكم مشاهدين اينما كنتم الى هذه الحلقة الجديدة من بين عواصم القرار القلمون الى الواجهة من جديد المقاومة تتقدم ميدانيا ماذا بعد انقرى بعثت برسائل مباشرة ضد دمشق فإلى ما تمهد هل تبقى موسكو تتفرج تلابيت داعمة في صفوف الخلفية في المعركة فهل تنخرط على نان سوريا تبقى ارض الصراع والدم فاين الخيارات السياسية السلسلة الشرقية بين عواصم القرار مع مندوبيل ما يدين ديما نصف من دمشق من بيروت محمد علوش من بيت لحم ناصر اللحام من بيروت ايضا علي هاشم ومن موسكو سلام العبيدي عندما تبدأ هذه العملية هي ستتحدث عن نفسي اهلا بكم مشاهدين من جديد لهذه الحلقة من بين عواصم القرار وطبعا اجدد الترحيب بمندوبينا في العواصم العربية الاقليمية والدولية والبداية ستكون مع الزميل علي هاشم وهو معنا من بيروت مساء الخير علي ذاب الثلج وبانت معركة القلمون ورفع علم حزب الله فوق تلال القلمون اليوم المقاومة محور المقاومة كيف يقيم هذه المعركة ماذا عن استراتيجية هذه المقاومة ماذا عن توقيتها ايضا الذي يأتي في ظل ربما كما حسبه البعض الكثير من الضربات على الكثير من السحات في اليمن والعراق وايضا سوريا تفضل نعم ولا تحياتي اليك والزملاء والمشاهدين بطبيعة الحال مسألة القلمون عندما نتحدث عن معركة هذه المعركة لم تعلن عنها المقاومة ولم تعلن عنها سوريا ولم يعلن عنها محور المقاومة أي أنه خرج إلى العلن ويقول أنا لدي معركة وهذه المعركة يعني مداها الزمن كذا وستبدأ في هذا الوقت ولم يفعل ذلك لم يلزم نفسه بهذا الأمر ودخل في سلسلة عمليات هذه العمليات أوصلت إلى هذه النتيجة التي كانت ربما مفاجئة للجميع مفاجئة بسرعتها مفاجئة بالانجازات التي تحققت وفي ذات الوقت بردة الفعل التي كانت لدى مجموعات المعارضة المسلحة في تلك المنطقة وأيضا بمستوى الخسائر الذي وقع لمحور المقاومة يعني كان أقل بكثير من المتوقع والموضوع على الورق إذن نستطيع القول أن محور المقاومة ينظر إلى ما حدث في القلمون على أنه كان أكثر مما كان يتوقعه وأسرع مما كان يتوقعه وأنه كان نجاحا يمكن البناء عليه في أكثر مما كان آخر الآن يستطيعون أن يناموا ملأ جفونهم إذا صح القول في تلك المنطقة استطاعوا بشكل أو بآخر تحقيق أهداف محددة طبعا لم تنتهي عمليات القلمون بشكل كامل هناك استمرار لهذه العمليات وأنا أصر على كلمة عمليات لأنها لم تعلن كمعركة هذه العمليات مستمرة وربما تستمر لوقت طويل لكن الأهداف الرئيسية لها تم تحقيقها وما تبقى هو مجموعة من الأهداف إذا صح القول الجانبية والتي ربما تساعد أكثر في توطيد الاستقرار في تلك المنطقة كنا نتحدث علي عن التوقيت نعم بالنسبة للتوقيت الكلمة السابقة لسيد حسن نصر الله والتي تحدث فيها عن أن توقيت المعركة ربما هي ستعلن عن نفسها بنفسها أو العملية ستعلن عن نفسها بنفسها بطبيعة الحال الأمور تدحرجت بهذا الشكل هناك أمور عملياتية هناك أمور ميدانية هي التي فرضت أن تدحرج الأمور بهذا الشكل وأن نصل إلى هذه النتيجة بهذا الوقت طبعا المقاومة خلال الفترة الماضية مقاومة حزب الله وأيضا الجيش السوري عملوا على تحصين أنفسهم في تلك المنطقة على الاستعداد أيضا على التمويه على العمل بشكل أو بآخر على الاستعداد بشكل كامل من أجل إنهاء هذه المعركة لكن ما كان موضوعا لهذه المعركة كان صقف يتعدى الأسبيع وانتهى في أيام لذلك حتى مسألة التوقيت اليوم نتحدث عنها لم تعد يعني ليست مرتبطة بأمور أخرى بقدر ما أنها انتهت بحكم الانهيارات السريعة التي كانت تحدث والانسحابات السريعة التي كانت تحدث لا شك أنه لا يمكن فصل هذه العمليات عن ما يجري في سوريا تحديدا في منطقة جسر الشغور في إدلب وأيضا وهذا ما سنسأل عنه ربما زميلة ديما نصيف وهي معنا من سوريا طبعا سوف نعود إليك علي ديما مسأل خير لك أيضا يعني اليوم هذا التقدم للجيش السوري مع المقاومة طبعا يعني تأثيرات وماذا يعني أن يكون هذا التقدم بالنسبة لسوريا الرسمية وبالنسبة أيضا للجيش السوري في ظل ربما انتكاسات أو تراجعات في الكثير من المناطق وتقدم هذه الجماعات المسلحة فيها نعم مسأل خير على لك ولكل الزملاء المشاركين بداية طبعا بداية يجب التذكير بأن هذه المعركة هي معركة الجرود القلمونية وهي بالتالي استكمال لمعارك البلدات القلمونية التي كانت في قبل عام تقريب والتي استعاد بمجيبها الجيش السوري وأيضا المقاومة البلدات القلمونية وخاصة في القلمون الغربي دون استثناء وأعاد أيضا الحياة الاقتصادية والأهلية إلى سيرتها الأولى وأيضا أبعد الخطر المجموعات المسلحة وخاصة الجهادية إلى الجبال البعيدة وإلى الجرود وأيضا منع تهديد ديماشق وأحكم الطوق وتأمين الطريق الواصل بين ديماشق وحمص أيضا هذه المعركة اليوم تذكر السوريين وخاصة الجيش السوري إلى أهمية الموقع اللبناني بالنسبة له كخاصرة رخوة وربما يتحدد العاصمة ديماشق من خلال هذه الخاصرة طبعا المجموعات المسلحة لأن ذلك أيضا يذكر بما كان من وقائع الحرف في العام 1982 والخطر الإسرائيلي الذي كان يأتي من تلك المنطقة أيضا بالمقابل هي معركة تنظر إليها ديماشق لأنها تحد من تمدد الوجود الجهادي في هذه المنطقة ومنع توسعه إلى لبنان طبعا بنظر المقاومة منع توسعه إلى لبنان عبر البقاع الشمالي وبالتالي الاتصال بالخلايا النائمة التي ربما تحتوي هذه المجموعات أو تدعم هذه المجموعات طبعا مع بعض القوى السياسية في لبنان كذلك هذه المعركة بالنسبة ل ديماشق هي تتعدى هي معركة طبعا سوريا لبنانية لذلك نحن نفهم هذا التدخل الواضح والكبير للمقاومة إلى جانب الجيش طبعا المقاومة تشارك الجيش السوري في كثير من الجبهات ولكن هنا بشكل أوضح وبشكل أهم لأنها معركة سوريا لبنانية ليس فقط لأنها على الحدود اللبنانية السورية وإنما لأنها تتعدى الحدود يعني هذه المجموعات وخاصة النصرة وجيش الفتح الذي تدعمه السعودية تمويله قطر وأيضا يعني شهدنا يعني دعم تركيا آخر ربما في مناطق أخرى ولكن هذه المجموعات هي لا تعتبر الحدود ولا ترى الحدود هي تكسر حدود سايكس بيكو وكسرته في كثير من الأماكن أي أننا نواجه هذه المجموعات في كل المناطق وهي ليست محصورة في منطقة دون أخرى ولذلك هي تتعدى الحدود وهذا ما يفهم منه توسع الحرب ضد سوريا يعني هذه أبرز النقاط ربما التي ترفيها دمشق بشكل سريع إلى أي مدى نعم لنعود ميدانيا قليلا يعني إلى أي مدى حمت اليوم حمى هذا التقدم دمشق العاصمة طبعا هو حمى دمشق لأنه يمنع بشكل مطلق بات أي هجوم أو أي تهديد سيأتي من الخاصرة الغربية وخاصة من هذه المجموعات التي كانت تستند إلى المواقع الجرداء في سلسلة جبال لبنان الشرقية وبالتالي كان يمكن لها أن تهدد العاصمة بأي لحظة وبأي توقيت يتقد فيه القرار الإقليمي إلى أن يكون هناك تهديد لدمشق عبر هذه الخاصرة وهذا كان ممكنا لأن الحدود اللبنانية بالنسبة لهذه المجموعات كانت مفتوحة في أغلبها لا تزال بعض المعابر الغير شرعية في يد هذه المجموعات وبالتالي هي تخضع لقرار إقليمي عندما يتقد هذا القرار ستهدد دمشق بطبيعة الأحوات هذه المعركة اليوم بتأمين الجرود القلمونية وهذا التقدم السريع للمقاومة والجيش السوري أيضا إلى جانب التأمين الذي قامت به قبل فترة المقاومة والجيش السوري وحلفائهم في منطقة المثلث الواصل بين ريف درع ريف القنيطرة جنوب دمشق أعتقد إلى حد كبير تم تأمين أي إمكانية لاختراق العاصمة دمشق باستثناء طبعا التهديد الذي لا يزال نبعا هو متواضع جدا وصغير جدا من قبل المجموعات المتبقية في الغطا الشرقية وهي مجموعات بطبيعة الأحوال يعني هناك عمليات تصفية فيما بينها إلى جانب أنها مجموعات سنتحدث سبعا عن هذا الموضوع هناك أيضا بلدات كثيرة هي تخضع لمصالحة وأن احتفظ المسلحون فيها بسلاحهم الخفيفة وعلى أيضا أذكر لم تعد بهذا التهديد الذي كانت تشكله حتى في الجبهات القريبة من دمشق هي لم تعد تشكل تهديدا مهما لجهة اختراق دمشق كما كانت جرود القلمون أو المجموعات الموجودة في القلمون أو حتى في الجنوب السوري على أي حال سنتحدث أيضا عن تأثيرات هذه المعركة على الكثير من المناطق حيث تشتعل الجبهات لا ننسى هناك استعال لجبهات الغوطة الشرقية بالتزامن مع معارك القلمون سنتحدث عنها في المحور اللاحق ننتقل إلى زميل محمد علوش مساء الخير أيضا لك محمد وهو معنا طبعا من بيروت محمد اليوم إذا ما نقلنا أو نظرنا إلى الخليج وكيف يتعاطى مع هذه المعركة نرى أنه معارك القلمون لا تتصدر الصحف الخليجية على عكس ما حصل في موضوع جسر الشغور وتحديدا أيضا في إدلب هناك صامت خليجي وتركي تحديدا عن هذه المعركة مع محاولة بعض الكتاب المحسوبين على هذه الجبهة أو هذا المحور التخفيف من الإنجازات التي حصلت اليوم هذا المحور الخليجي التركي فعليا لماذا يتعاطى بهذا الشكل مع هذه المعركة وبالنسبة له ماذا هي ماذا معركة القلمون اليوم بالنسبة للخليج تحية لك علا طبعا والزملاء الكرام والسادة المشاهدين ربما هو التزامن مع مؤتمر كام ديفيد أو ما حصل من تحضيرات لهذا المؤتمر في واشنطن الذي تزامن حضوره مع انطلاق هذه المعركة في القلمون البعض يقول هذا السبب هناك سبب آخر أيضا ويرجعه بعض الباحثين أن من يسيطر على جيش الفتح في القلمون هو جبهة النصرة جبهة النصرة في الغالب تعتمد السرية في البيانات التي تصدرها حول المعارك التي تقوم بها وبالتالي ربما تكون المعلومات هنا شحيحة بعض آخر قال لا هناك نوع من يعني شعور بالهزيمة ربما ما حصل في القلمون لم يكن أمرا متوقعا بهذه السهولة هناك من ذهب أبعد من ذلك طبعا هناك بعض التحليلات أنا رصدتها في صحيفة الشرق الأوسط وكذلك في صحيفة الحياة تحديدا أكثر مما قال عبد الرحمن الراشد اللي هو رئيس تحرير سابق لصحيفة الشرق الأوسط كان يقول في بعض التحليلات حول ما حصل يقول أن المعركة في القلمون هي معركة كر وفر وليست معركة انتصار وتثبيت على أرض محددة الدكتور رضوان السيد وهو طبعا مستشار لرئيس الحكومة الأسبق أو السابق رفيق الحريري عفوا سعد الحريري وكذلك هو مقرب أيضا من بعض دوائر صنع القرار في السعودية تحديدا تحدث في مقالة طويلة في الشرق الأوسط حول معركة القلمون يقول لم يكن هناك معركة في الأساس حتى نتحدث عن انتصار لحزب الله حصل هناك لأن هؤلاء المسلحين أو جيش الفتح لم يكن متواجد أصيسا في القرى والبلدات وإنما كان على التلال وأن المعلومات التي حصلت عليها الجهات الأمنية مؤخرا أنه كان فيه انكفاء وتراجع إلى الداخل السوري إضافة على أنه وهذا أمر لافت تنقله صحيفة النهار اللبنانية في العدد ما قبل الأمس تحت خانة أسرار أن وزير طبعا هذه المعلومات على ذمة وزير كما تنقله الصحيفاء وأكد هنا من قوى 14 أذار قال حصلنا على تعهد من التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب على ضرب هؤلاء المسلحين فيما لو أقدموا إلى الداخل اللبناني وبالتالي تعقيبا على ما يقول الوزير هو طبعا يعقب على هذا القول بأنه هذا يعني يسحب المبرر أو البساط من تحت أقدام حزب الله بأنه يحمي الحدود اللبنانية هناك أيضا من ذهب على أنه لم يعد حزب الله هو فقط من هو متورط الآن في الداخل السوري وإنما انضمت إليه حركة أمل إضافة إلى طبعا الجيش السوري من الداخل وأن هناك نوع من يعني عملية تآمر حصلت لا سيما أيضا هناك أحد الكتاب في صحيفة الشرق الأوسط تحديدا أشار أو أومأ إلى أن تعاون غير معلن حصل ما بين داعش وحزب الله لضرب المسلحين من الخلف نحن نعلم أن المعركة لما بدأت أيضا حصل اشتباك ما بين جبهة النصرى وداعش وكان هناك حوالي سنة من الهدنة القائمة بينهما بل كان هناك نوع من التسيلات التي كانت تحصل بينهما لكن منذ بدء المعركة مؤخرا انقلب داعش على جبهة النصرى فقرأه البعض على أنه نوع من التواطئ ربما ما بين داعش وما بين حزب الله هناك من ذهب بعيدا على أن هذه المعركة هي ليست معركة بالأساس معركة مصيرية وإنما هي عبارة عن تكتيك سياسي طالما أنه هؤلاء المجموعات أو جيش الفتح في القلمون هو محاصر أساسا لا تصله المؤن ولا يحصل على عتاد وهو يعني ليس عنده كفية عدد لماذا هذا الاستخفاف يعني لماذا هذا الاستخفاف بالنتائج أو ما يحصل في القلمون من قبل هذا المحور الخليجي التركي ربما ما نقوله استخفاف يقرأ لدى الخليجين على أنه ليس ذي أهمية إذا ما نظرنا إلى المشهد بشكل عام المعركة الآن هي معركة تمتد على كامل سوريا هم يرون أن التقدمات التي تحصل تحديدا في الشمال وأيضا في الجنوب هي تكاد تطبق على العاصمة السورية دمشق وأن عملية إنقاذ حتى النظام في سوريا لم تعد قائمة وبالتالي ما يحصل من انتصارات هنا أو هناك هي ليست إلا تعويم للمشهد السوري أو تعويم للنظام السوري وأيضا هو نوع من كسب المؤيدين ورسالة تقديمة إلى البيئة الحاضنة لحزب الله بحسب ما تقول بعض التحليلات في هذه الصحف ننتخل إلى زميل ناصر اللحم وهو معنا من بيت لحم ناصر معركة القلمون كيف تذكر اليوم في الصحافة العبرية في أروقة السياسة أيضا في إسرائيل إسرائيل حتى الساعة تلتزم ربما الصمت في هذه المعركة ولكن هل هي تتحرك على جبهات أخرى غير الإعلام أو الصحافة ولها دور في هذه المعركة من أين تستفيد بهذه المعركة إسرائيل من أي ناحية نعم مساء الخير للجميع في الحقيقة هناك شيء يتغير في إسرائيل أولا الجمهور الإسرائيلي لا يعرف التفاصيل عن ما يحدث في سوريا ولبنان يعرف عنوان واحد تريده الحكومة الإسرائيلية أن يعرفه أن حزب الله عدو وهناك شذرات تأخذ من الصحافة العربية تترجم للقارئ الإسرائيلي بأن هناك مئات القتلى في المعارك الأخيرة التي تحدث في القلمون يدور الحديث عن 600 قتيل يتم نشر أما من الناحية الرسمية هناك تنظر إسرائيل إلى أن ما يحدث في القلمون هو استنزاف للجيش السوري استنزاف الحزب الله وأن هناك معارك قديمة تتجدد وجديدة تصبح قديمة بدءا من باب عمر للكصير إلى الغوطة في الحجر الأسود اليارموك وأن هذه إحدى المعارك لكن بالعنوان العام إسرائيل تبدو مرنة تجاه التطورات القادمة بمعنى آخر بأنها لم تعد متفرجة وتكتفي بالمتابعة الاستخبارية ومعالجة الجرحة وسعت معالجة الجرحة وسعت التدخل على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل بعد أن عنونت بأنها تريد أن ترد على تدخل إيراني حزب الله بعد أن فتح الرئيس السوري هضبت الجولان السورية كجبهة جديدة والأهم من ذلك حديث يعلون قبل أيام عن خطوط حمراء في حين كانت وزيرة الخارجية عن خطوط حمراء أن إسرائيل لن تتدخل في سوريا إلا إذا تخطت سوريا أو الأوضاع الخطوط الحمراء وهذه العبارة الشرطية لم تكن موجودة من قبل في الحديث عن ماذا يمكن أن تكون الخطوط الحمراء التي هي داخل سوريا أو خارج سوريا كيف ستسير الأمور هنا يكمن التحليل والحقيقة مع تشكيل نتنياو الحكومة يمينية متطرفة معظم وزراء جدد أغرار تبدو لمسألة التحليلات صعبة لأنها ستشبه التنجيم ومتابعة الأبراج مثلا الجميع كانت توقع أن يكون لبرمان في الحكومة لكن لم يكن الآن هناك وجوه جديدة ربما أسوأ بكثير من لبرمان الذي يعرفه المشاهد العربي وبالتالي نحن أمام ديناميكية جديدة تتعامل معها إسرائيل على الحدود وفق تطورات ميدانية لا يستبعد في عنوانها لا يستبعد أن إسرائيل تتدخل ولا يعرف بعد إذا كان هناك فعلا وجهة نظر خاصة من تل أبيب تجاه القلمون أم لا ننتقل إلى الزميل علي هاشم من جديد وهو طبعا معنا من بيروت علي إذا ما أردنا أيضا التعقيب على نقطة اليوم المحور الخليجي التركي يروج الكثير أن إيران تضاءل كثيرا دورة في المعارك في سوريا بسبب التسويات حول الملف النووي دائما ما تطرح هذا الموضوع وتربطه بالملف النووي رغم أنه كان الحديث أيضا قبل يعني ربما هناك تناقض نوعا ما أنه هي اليوم على كل هذه الجبهات تتحرك دول الخليج لتحارب هذا المد الإيراني سواء في لبنان أم في اليمن أم سوريا أم غيرها من المناطق في وقت طبعا كان نذكر أن هناك زيارة للسيد علاء الدين بروجوردي إلى سوريا وشدد على دور طهران حقيقة الدور الإيراني اليوم في هذه المعارك ربما لنشرح أكثر لمن يسمع أيضا ما يروج هذا المحور الخليجي التركي لدي نقطتان نقطة أولى مرتبطة بمسألة تحدث عنها زميل محمد علوج حول بعض الكلام لدى الصحافة الخليجية فيما يتعلق بعديد النصرة وأنهم كانوا مجموعات قليلة أو جيش الفتح يعني الواقع أنه قبل أيام فقط من عملية القلمون كان هناك استعراض عسكري كبير جدا وضع على حساب تويتر الخاص بجبهة النصرة وهو مراسل القلمون وفي هذا الاستعراض رأينا العديد أو العشرات أو المئات ربما من المقاتلين إضافة إلى دبابات يعني هناك تواجد أو وجود كان واضح لهذه المجموعات في تلك المنطقة لا يمكن الحديث واقعا عن عدم وجودهم فقط لأنهم انسحبوا من تلك المنطقة قبل المعركة أو خلال المعركة أو بداية العمليات إذن هذه النقطة ربما فيها نوع من الاشحاف بحق المقاومة بحق الجيش السوري وما قاموا فيه بهذه العملية هنا نتحدث علميا فيما يتعلق تحديدا بالمعطيات الموجودة على الأرض أما بالنسبة للنقطة الثانية أستطيع أن أقول لك أن هناك استراتيجية إيرانية إذا صح القول لنقول أكثر استراتيجية محور المقاومة الجديدة في منطقات في سوريا تحديدا هذه الاستراتيجية سنرى فيها تدخلا أكبر لمحور المقاومة في سوريا علاقة أكبر بالعمليات التي تحدث وأعتقد بأنه سيد حسن نصر الله في الخطاب الأخير على أي صعيد على صعيد السلاح أم صعيد العدد على كل الأصعيد أنا كنت منذ بعض الأيام بضعة أيام أتحدث مع مصدر إيراني رفيع وقال لي بالكلمة أن إيران ترى هذه المعركة ومقتنعة بهذه المعركة كاقتناعها بثورة الإسلامية العام 79 يعني هذا الموضوع لا يمكن العودة عنه بعد الآن هذا الموضوع بالنسبة إليهم رئيسي وأساسي ومعركة قطة طول عشرات السنين وهم لا يأبهون لذلك لأنه في نهاية المطاف يرونها معركة مصرية ومعركة يعني هناك أيضا العديد من الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة اليوم في هذه المعركة ولهذا الموضوع أسباب عديدة يمكن شرحها في وقت لاحق لكن فيما يتعلق بالدور الإيراني ودور محور المقاومة علينا أن نتوقع المزيد المزيد من التدخل المتعلق بمحور المقاومة في سوريا السيد حسن تحدث عن وجود سيكون مستقبلي لحزب الله ولحلفاء حزب الله ولحلفاء محور المقاومة في أماكن لم يصلوا إليها سابقا في سوريا وهذا الأمر أمر واقع وقد بدأ فعلا يعني نستطيع القول بأن المرحلة القادمة ستشهد معارك في أكثر من مكان لم يكن قد يعني ورد في يعني التفاصيل وفي الحيثيات بأنه هناك تواجد لحزب الله فيه من جديد إلى زميلة ديمة نصيف يعني ديمة اليوم جبهة القلمون تشتعل بتزامن مع اشتعال جبهات أخرى أيضا منها جبهات الغوطة الشرقية تأثير هذا التقدم الذي يحرز الجيش السوري طبعا مع المقاومة في القلمون على هذه الجبهات المفتوحة أيضا وأي رسائل بالتالي تحمل أن تفتح كل الجبهات مع بعضها يعني ليس هناك من اشتعال في الجبهات في غوطة شرقية يعني على غرار ما كانت أو على غرار ما هي في جبهات أخرى هي فقط اشتباكات تحدث من حين إلى آخر ولكنها كما قلت لك بداية بأنه هي مناطق تقريبا محاصرة إما بالمصالحات التي أجرها الجيش السوري أو أنها مناطق لا تملك المبادرة بشكل كبير يعني حتى في الاستعراض العسكري الذي شهدناه قبل فترة أيضا الذي دشرة على موقع تابع لجيش الإسلام لزهران علوش في منطقة مرج السلطان في الغوطة شرقية لم تملكه كل هذه الاستعراضات أو كل هذه المؤهد دماشق بأنه سيغزوها خلال يومين بحسب تعبيره لكن لم نشهد أي شيء من هذا النوع بل على العكس يعني حتى لم يكن هناك أي اختراق على أي صعيد للعاصمة دماشق باستثناء حادث كان في منطقة ركن الدين وكان تبين فيما بعد أن الهدف منه كان اغتيال شخصية عسكرية ليس إلا وليس اختراقا أمنيا داخل العاصمة ولكن أيضا بالمقابل فقط للإشارة أيضا بما يحدث في جبهة القلمون والحديث حتى عن اقتتال لا شك أن النصرة هي واجهت ربما تصعيدين يعني قتالها مع داعش من جهة أخرى وطبعا داعش يقاتل النصرة لأنه يعتبر بأن هذه هي فرصته للحصول على بيعة وهذا ما رصد عبر المكالمات والاتصالات بين الطرفين وحتى النصرة قبلت البيعة بمقابل أن يرسل لها داعش مؤازرة أو نجدة كما يقال ولكن عندما وصل داعش هذا الكلام منسوب لبيانات لهذه المجموعات وهي على مواقعها في تويتر أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي وقال يومها حينها داعش بأنه عندما وصل شهد بأن قيادات النصرة تفرد نحو عرسل وبالتالي ترك هو وحده في المعركة وبالتالي هذا ما أدى إلى الاقتتال وهناك رواية أخرى تقول بأن هناك رهائل متبادلة بين الطرفين والاقتتال كان على خلفية هذه الرهائل أيضا بالمقابل يعني داعش والنصرة صحيح أنهما لم يتقاتل قبل معركة القلمون وكان يفترض أن يبقى هذا الحلف وهم لم يتقاتلوا على غيرار جبهات أخرى ولكن أيضا يعني داعش عندما استضم مع النصرة استضم أيضا كما كان في كل المناطق يعني على الممرات وعلى المعابر ومن أجل أن يجد موت قدم له في القلمون الغربي بعد أن مكن وجوده في القلمون الشرقي في أكثر من منطقة وطبعا هو يحاول من خلال هذه التوطئة في هذه المنطقة إيجاد معبر باتجاه البادية ومنها إلى الحدود الأردنية وربما اليوم معركة تدمر أو المحاولة الوصول إلى تدمر هي أيضا تصب في هذا الإطار أي أن يكون هناك اتفاق بين الجيش السوري أو المقاومة وداعش طبعا هذا اتهامات تلقى جزافا كلما كان هناك تقدم للجيش والمقاومة أو حتى للجيش السوري وحده يكون اتهامات من هذا النوع ولكن بطبيعة الأحوال ما كان مفاجئا أيضا في معركة القلمون هو سرعة انهيار المجموعات المسلحة وليس على خلفية أن هناك مجموعات تواطأت مع الجيش والمقاومة بقدر ما أنها هي مجموعات تبينة أنها لم تكن تشكل كتلة متجالسة فيما بينها ولم يكن هناك تحالف حقيقي وإنما هي مجموعات متفرقة انهارت سريعا نتيجة عدم تحصين نفسها بشكل كافي وعدم الاستعداد لهذه المعركة ورغم الإعلان عنها مسبقا حتى لو لم يكن موعدها قد حدد لكنها كانت معلنة وكان من الواضح تحضيرات المقاومة والجيش السوري فيها إلا أنها لم تستطع أن تقوم أو أن تقلب المعادلة لصالحها ولو بمقاومة بسيطة في أي مكان اشتبكت فيه مع المقاومة والجيش السوري وأيضا حتى الميزة المهمة والستراتيجية والتحصينات الكبيرة في هذه المواقع الجبلية ورغم أن هذه المجموعات هي نفس المجموعات التي قاتلتها المقاومة والجيش في القصير وفي البلدات القلمونية وفي القرى القلمونية إلا أنها لم تتمكن حتى من مواجهة هذا الهجوم وهذا التقدم وكان هناك تكتيكات أخرى للجيش والمقاومة في هذه الجنود نعود للحديث أكثر ربما عن هذه الأفكار ديما ولكن سنتوقف مع فاصل أعلان قصير ونعود بعده لمتابعة هذه الحلقة انتظرونا عندما تبدأ هذه العملية هي ستتحدث عن نفسي من جديد مشاهدين أهلا بكم إلى هذه الحلقة وأيضا نرحب جديد بمندبينا وستكون البداية في هذا المحور مع الزميل سلام العبيدي وهو معنا من موسكو يعني كثر الحديث سلام في الأوين الأخيرة أن موسكو تتفرج من بعيد حول ما يجري في سوريا هل هذا الكلام صحيح وإذا كان غير صحيح هي على أي جبهات تحارب مع هذا المحور عسكريا دعم بالأسلحة إعلاميا على أي جبهات هي تحارب مع هذا المحور مساء الخير على تحية لزبلائي والأعزاء والمشاهدين الأكارم في كل مكان لا طبعا موسكو لا تتفرج على ما يجري من المشاهد في المنطقة روسيا معنية هناك بكل هذه الأمور روسيا تتحرك على عدة محاور وفي عدة اتجاهات سواء كان على المحور أو الاتجاه السياسي أو العسكري أو الإعلامي يعني في كل الاتجاهات ولها حضور في هذه الأمور والأحداث الجارية هناك على أقل تقدير لا بد من الإشارة إلى أن ما يجري في المنطقة كان موضع بحث عميق بين القيادة الروسية وقادة الغرب أنجلا ميركل زارت موسكو في العاشر من الشهر الجاري وبعدها بيومين زار سوتي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والتقى الرئيس الروسي في كل الحالتين يعتبر مجيئ عادة الغرب إلى روسيا رغب كل هذه القطيعة في العلاقات بين الطرفين يعتبر بحد ذاته مكسب سياسي وهناك كان طبعا محاولات لتأويل هل هم جاءوا لإغراء روسيا وبالتالي تسحب دعم من هذا أو لهذا المحور هكذا أفهم منك وفشيله هكذا حاول البعض تفسير هذه المحاولات لكن في الواقع هو نصر دبلوماسي روسي عندما يأتي خصومها إليها ويتحدثون معها في قوضايا هامة وخاصة بعد أن قامت روسيا بعرض عضلات عسكرية واضح أمر واضح كان جدا للعالم وروسيا خرجت فيها البنائين إلى الشوارع تأييدا للرئيس بوتين ولسياسته سواء الداخلية أو الخارجية لذلك هذه تأويلات وربما كما استطعنا أن نفهم ونستشف من اتصالاتنا ببعض الخبراء الروسيين القريبين من مركز صلع القرار بين الكرملين من المنظرين للسياسة الخارجية والداخلية الروسية نفع جملة وتفصيلا كل هذه المحاولات لتصوير المشهد وكأن هناك محاولات لبساومة ولعقد صفقات مع روسيا روسيا ترفض الصفقات روسيا لا تساوم في قضايا بصيرية قضايا تتعلق بمصالحها القوبية وأمنها واستقلالية قرارها وكذلك بصالح وسلامة حلفائها الروس في أكثر من مناسبة أكدوا أنهم لم يتوقفوا عن تقديم الدعم العسكري وفق العقود المبرمة مع الجمهورية العربية السورية وقالوا أن هذا لا يتعارض مع القوانين الدولية روسيا تعرف في أي ملاعب تلعب حاليا روسيا مع سوريا في الجبهات المفتوحة في سوريا اليوم هناك جبهة مفتوحة وهي جبهة القلمون كيف روسيا مثلا تنظر إليها ماذا عن الجبهات الأخرى إيران كان هناك زيارة لسيد بروزوردي إلى سوريا ضمن هذا الدعم روسيا ماذا هي فاعلة سواء على صعيد الأسلحة أم الوقوف المعنوي أم الوقوف بأمور أخرى كيف تلعب حاليا في ملعب دعم سوريا والوقوف إلى جانب هذا المحور هذا أمر واضح لا يحتاج إلى تأكيد لأن روسيا كما أسلحت لم تتوقف يوما عن تقديم الدعم العسكري إلى سوريا بين فترة وآخرها تصل طائرات إلى اللانقية تنقل شهدات مختلفة لا أحد يعرف محتوياتها وهذا الأمر مستمر بالشكل دائم يعني عدد الدعم العسكري والدعم السياسي هذا الدعم السياسي لم يتوقف يوما إضافة إلى الدعم الاقتصادي والدعم الإنساني يعني كل أنواع الدعم موسكو تقدمه لسوريا ولم تتوقف يوما عن تقديم هذا الدعم كذلك عندما تقوم سوريا مدعومة من المقاومة بعمليات عسكرية واسعة من نطاق وتحقق التصارات خاصة بعد ما جرى كما وصف حتى في روسيا أيضا وصف بالطعن في الظهر عندما جرى ما جرى في جسر الشغور وإلى آخر من المراطق التي سيطر عليها ما يوصف بالمعارضة المسلحة وفي الحقيقة تعتيره بروسيا قوى إرهابية ومجموعات إرهابية كل ذلك يشير إلى أن روسيا على اتصال وعلى الطلاع مستمر هناك سؤال هناك سؤال يطرح هناك سؤال يطرح يعني اختصارا للوقت أنه هل تخشى موسكو أن تستأثر طهران بالورقة السورية كاملة خاصة ما يقلقها أنه أن تستخدم هذه الورقة على طاولة الحوار مع واشنطن إذا كتب للاتفاق النووي أن يرى نور نهاية الشهر المقبل هذا ما طرحوا البعض من سؤال يعني هل هذا صحيح بالنهاية أيضا لدى روسيا مصالحة ومخاوفة أيضا في الواقع عندما جاء كيري إلى روسيا والتقى الرئيس بوتينك كان هذا الموضوع الإيراني وعلاقته المباشرة بالمشهد السوري كان محورا أساسيا في المحادثات التي جرت في سوتي حسب معلوماتنا التي حصلنا عليها من خبراء قريبين من صناعة القرار الروسي فأن الولايات المتحدة حاولت أن تقنع موسكو بالضغط على إيران لا سيما بعد أن أصبح موضوع الصفقة النووية والانتفاق النووية وقوسينيا وأدى أصبح مؤطرا وهي مسألة فقط كانت هناك محاولة لإقناع روسيا بأن تكون إلى جانب الغرب في مبارسة الضغط على إيران لتقليل من تأثير إيران في المشهد على الأرض في سوريا لكن هذا الموضوع كان مرفوضا من قبل الجانب الروسي وروسيا ربما هي أيضا تقدم دعما سياسيا وعسكريا ومعنويا لإيران وهذا ما أدى إلى الحديث عن ما يوصف بأن هناك محور للمقاومة تدعمه روسيا لكن الشيء المهم جدا والذي بشكل سري الله سمح هناك سعي لدى القيادة العسكرية الروسية بالتنسيق مع حلفائها القارنين جدا في رابط الدول المستقلة في مرضمة شانجهاي لضم إيران إلى دائرة ما يعرف بالدرع الصاروخية والدفاع المضاد للصواريخ لتكون إيران جزعا منه للوقوف وللتصدي لتهديدات الدرع الصاروخية الأمريكية هذا يعني أن إيران أصبحت جزعا من المشروع الاستراتيجي الإقليمي الكبير الذي يضم روسيا ودول أخرى مثل الصين الهدف إذن الحديث عن أنه وضحت الفكرة سلام مضطرون لذهب من جديد إلى زميلة ديمة نصيف يعني ديمة اليوم تأثير القتال بين جيش الفتح وجبهة النصرة أيضا على المعارك الدائرة في الجبهات الأخرى إذا كانت نعرف منك عن حقيقة هذا الخلاف وتداعياته أيضا نعم لا شك بأن هذا الخلاف أو حتى عندما يكون هناك اشتباك بين المجموعات المسلحة يكون بسبب اشتباك بين القوى الإقليمية التي تدعمها يعني هذا ما نشهده في كل الجبهات عندما يكون هناك حروب تصفية ما هو السبب وعندما تأتلف هذه المجموعات تحت مسمى واحد أيضا يكون ضمن قرار إقليمي بطبيعة الأحوال ولكن عن انخراط هذه القوى الإقليمية وخاصة في الأرض السورية والحديث عن إمكانية أن ترسل قوات برية ربما أو حتى دعم مباشر من قبل هذه القوى يبدو بأن هذه القوى ستبقى فقط بالقرار السياسي والعسكري وأنها تعتمد على هذه المجموعات يعني الأتراك عندما غزوا جسر الشغور غزوها عبر مجموعات جهادية تدور في فلك القاعدة شيشانية تركستانية أيضا طاجكية وأرسلتها إلى جسر الشغور دون أن تتقدم هي بقوات برية رغم أنه في بعض الأحيان كان هناك أسناد ناري لها وهي تتمنى منطقة حضر جوي لكنها لن تحصل عليها لأسباب أمريكية ودولية يعني ليس هناك وقت من تدولها الآن أيضا السعودية يعني تبدو السعودية هي من تحتاج إلى قوات برية للقتال معها باليمن وشهدنا ذلك عبر الطلب من باكستان اليوم عندما تقدمت سينيغال بتقديم مقاتلين واليوم بكل الأحوال هناك بيان لفيلق الشام وهو فيلق تديره جماعة الأخوة المسلمين قدم عرضا للسعودية بأن يقاتل معها يقاتل مع الأخوة كما قال البيان بتقديم ألفين مقاتل للدخول لليمن للقتال إلى جانب السعودية يعني بطبيعة الأحوال هذه القوى لن تتدخل بشكل مباشر هي دائما سواء كانت متفقة أو سواء كانت مختلفة هي عبر القرار السياسي والعسكري لهذه المجموعات وهذا ما يفسر كيف تشتبك وكيف تعود للاتفاق فيما بينها أما بالنسبة إذا ما عدنا إلى معركة القلمون وإلى القوى التي تدعم هذه المجموعات اليوم التي تذهب إلى عرسال ولا تحتمي بجرود عرسال رغم أنها ليست بنفس أو محصنة بشكل ربما كان كما هو الوضع في جرود القلمون لكنها لم تلجأ إلى جرود عرسال بل ذهبت إلى البلدة نفسها لأنه أيضا هنا نفهم التدخل للقوى الإقليمية التي تجعل من هذه المجموعات تستفيد من التصدع الأهلي والسياسي في لبنان ولكي يتحول ملف هذه المجموعات إلى ملف لبناني ربما تقوم بعض القوى السياسية اللبنانية التي هي تدور في فلك أو متفاهمة مع هذه القوى الإقليمية بمنع الجيش اللبناني أيضا من محاربة هذه المجموعات إذا ما أصبحت في عرسال وتحول ملفها إلى ملف لبناني داخلي هذا ما يفسر علا بطبيعة الأحوال إلى أي حد تتشابه كل الجبهات السورية وإلى أي حد أصبح كما قال الزميل علي هاشب بأن المقاومة ستدخل إلى كل الأماكن وربما ستشهد دخولا إلى أماكن لم تتقدم فيها ولم تكن فيها في سوريا أيضا بشكل سريع وعاجل فقط على كل ما أثير أيضا خلال معركة القلمون وأيضا منذ سقوط إدليم وكذلك جسر الشغور عن تنازل أو تجاهل حلفاء دمشق لها في هذه المعارك وبأنها لن تقوم بأي دعم سواء روسيا أو إيران رسالة برجاردي عندما جاء إلى دمشق هي ليست فقط رسالة سياسية هي رسالة دعم طبعا ورسالة إعلامية بالتأكيد ولكن التنسيق على الأرض لم يتوقف يعني هذه المشاركة أو هذا التنسيق لم يتوقف منذ بدء الحرب في سوريا ولكن لأن هناك من يفهم تعقيد الوضع السوري وهناك من يفهم أن هناك جبهات لها أولوية وهناك جبهات مؤجلة وأنه من غير الممكن أن يرسل عديد كبير إلى كل هذه الجبهات الدمشق أي الجيش السوري والمقاومة وإيران وربما روسيا من بعيد هي تحدد أولوية الجبهات وأي جبهات تكون مفيدة في هذه اللحظة وأي جبهات ممكن أن تؤجل إلى ما بعد وهذا ربما يفسر أو يجعل البعض يستثمر في هذا الهدوء ويستثمر في هذا التراجع في بعض الأحيان ليقول بأن حلفاء دمشق أو القوى الداعمة للحكومة السورية هي تنازلت وتراجعت وانكفأت إلى الخلف هذا لم يحدث أبدا في أي لحظة من اللحظات وكما قلت لك هي أولوية جبهات ليس إلا اليوم الأولوية اليوم لمعركة القلمون بدل الجبهات الأخرى مثلا جسر الشغور أو حتى أدلب أو غيرها لا لم تتوقف المعارك في جسر الشغور ولم يتوقف تقدم الجيش السوري في جسر الشغور ولم يتوقف أيضا هناك تعزيزات أمر بها الرئيس السوري بشار الأسد دون أدنى شك إذا ما أردنا أيضا أن نرسم اليوم بشكل سريع معالم خريطة السيطرة بسوريا والتي هي ترسم بين جسر الشغور والقلمون ماذا نقول؟ أنا سأقول لك أن هناك تقدم لا شك للجيش السوري لكن أيضا علينا أن ننظر إلى الخارطة الجغرافية المعقدة أيضا للأرض السورية نحن عندما نتحدث بأن الجيش تقدم هو يقدم في القرى التي تسيطر عليها هذه المجموعة ليؤمن طريقه وطريق إمداده البرية لا يمكن أن يتوجه الجيش مباشرة إلى جسر الشغور ويكون ظهيره غير محمي بتثبيت وبإسناد من قبل قوات للجيش أو حتى تأمين لإمداد لقواته البرية كيف يمكن له أن يتقدم إلى جبهة دون أن يكون هناك تأمين عسكري لهذه الجبهة وأيضا نحن نتحدث عن المساحة الهائلة من دماشق إلى جسر الشغور نحن نتحدث عن حوالي خلص مئة كيلومتر يعني لا نتحدث عن مسافة عشرين كيلومتر أو ثلاثين كيلومتر يمكن للجيش أن يتحرك خلال فترة قصيرة للوصول إليها هذا نهيكي عن العديد الهائل الذي دخل عبر الأراضي التركية والذي لا يزال يدخل إلى هذه المنطقة وطبعا الدعم والإصناد الناري من قبل الجيش التركي يعني نحتاج الأمر سنتحدث عن الدور التركي ربما بما أنك ذكرته ديما سنتحدث مع زميل محمد علوش وهو طبعا معنا من بيروت يتردد محمد أن السعودية وتركيا تقفان وراء إنشاء جيش الفتح ما هي الأهداف من كل هذا الدور التركي كان هناك زيارة لرئيس الحكومة أوغلو أيضا إلى الأراضي السورية مع طبرة أيضا استفزاز يعني كل هذا الدور التركي إذا ما أردنا الحديث عنه اليوم فيما يجري في سوريا طبعا الدور التركي أو لنقل الرؤية التركية فيما يتعلق بالملف السوري حتى نكون أمناء في نقل الصورة التركية أن الوضع في سوريا أصبح جزء من الأمن القومي التركي وبالتالي لم يعد شأنا سوريا أو شأنا داخليا سوريا بقدر ما هو أيضا شأن داخل تركي لسيما مع تقارب أو يعني اتيام موعد الانتخابات البرلمانية التي على أساسها الحزب الحاكم العدالة والتنمية يريد إيصال أكبر نسبة من الأصوات إلى داخل البرلمان لتعديل الدستور فيما يتعلق بتحويل النظام إلى نظام رئاسي نحن أمام استحقاق كبير جدا البعض يراه ولادة تركيا جديدة هذا الأمر يتطلب من حزب العدالة والتنمية حشد أكبر كمية من الجمهور يقابله أيضا أحزاب المعارضة التي تلتقي جميعها أيضا على محاربة الآن العدالة والتنمية وبالتالي تلقي عليه التهم لسيما فيما يتعلق بالموضوع السوري وترى تركيا أن أغلب ما ينسب من قبل سوريا لتركيا بأنها تكون بعمليات اعتداء أو تدخل في أشأن السوري عسكريا هو أمر محض افتراء ويستند إلى تصريحات لمعارضين أتراك هدفهم الأساسي هو تشويه سورة أردغان لا شك أن العدالة والتنمية أو الرئيس التركي رجب طيب أردغان يلتقي في رؤيته إزاء الوضع في سوريا مع السعودية وهو إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وتشكيل إلى ذلك الحين تشكيل ما يعرف بجبهة موحدة في الشمال السوري تمكن الاتلاف السوري من إيجاد بنيا له على الأرض من خلالها تنطلق حكومة المعارضة لتدير المناطق ما يسميها بين المناطق المحررة هذه تحتاج إلى غطاء جوي هو مستعد طبعا نحن نعلم أنه الآن في تركيا حصل خلال الأسبوع الماضي اجتماع لوزراء خارجية الناتو وتم الحديث هو حول مواجهة داعش داخل سوريا والعراق في نفس الوقت كان قبل أسبوع برنامج التدريب الأمريكي لما يسمى بالمعارضة المعتدلة السورية على الأرض التركية أيضا لمواجهة داعش تركيا ترحب بهذه الجود كما تقول لكنها في نفس الوقت ترى أن الرئيس السوري بشار الأسد تحديدا وداعش هما يتفقان في كل شيء وبالتالي للقضاء على الإرهاب لا بد من إسقاط الرئيس السوري بحسب الرؤية التركية وهي مستعدة لتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخر الشوط إذا كان الأمريكان يحملون نفس هذا التوجهة الأمريكان حتى اللحظة لا يقولون أن الإرهاب هو الأساس ماذا ننتظر أمام هذا الواقع من تركيا نذكر أن تركيا تختلف بهذا الموضوع ربما باتت حاليا عن السعودية نرى السعودية اليوم أنه بدأت تتحدث في دوائر القرار الدولي عن الاحتلال الإيراني لسوريا وليس عن قمع نظام لشعبه كما يتحدث بعض المكتاب السعوديين هذا جديد بات الافتراق بين السعودية وتركيا حول هذا الموضوع جميل سؤال جيد تركيا تختلف في العلاقة أو رؤيتها لإيران عم السعودية تركيا ترى أن إيران بلد جار كبير له طموحات أيضا وهو حتى مشروع إمبراطورية كما هو الحال في تركيا تتقاطع أحيانا معه في المصالح تتنافس معه في بعض المناطق هذا أمر قائم في السعودية الأمر يختلف كليا السعودية الآن ترى أن المعركة الأساسية في الشرق الأوسط كله هي مواجهة إيران إيران تتمدد في كل المنطقة حتى الآن لم يعد وعليه ماذا ننتظر من تركيا بشكل سريع؟ تركيا هي تأمل الآن من تعزيز علاقتها مع دول الخليج ترميما لما حصل بعد الربيع العربي وبنفس الوقت أن تبقى العلاقات جيدة مع إيران كما هو الحال مع روسيا لكنها تأمل أن تصبح قطب محوري في أي ترتبات تحصل في الشرق الأوسط طالما أن المنطقة تتحول كما يقول وضح خنفر وهو طبعا مدير منتدى الشرق وكان سابق مدير قناة الجزيرة يقول أن ما يحصل اليوم هو تحول من القطب الواحد إلى الملتيب باور نحن نرى الآن جملة من التشكيلات القوية في المنطقة على سبيل المثال عندنا روسيا وعندنا الصين الآن في المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية ربما تعول على إيران بينما ينبغي أن يكون هناك نوع من التحالف التركي الخليجي الباكستاني الذي يمكن أن يجعل نوع من كفة الاعتدال في المواجهة علي هاشم من جديد ننتقل إليك ماذا بعد القلمون عليها؟ يعني بعد القلمون هناك الكثير من الخيارات المفتوحة كما ذكرنا بأن المقاومة والجيش السوري تحديدا المقاومة ستكون في أي مكان سيكون هناك حاجة لأن تكون فيها بغض النظر أكانت فيه سابقا أم لم تكن سابقا يعني في التحليل ولا نتحدث الآن عن معلومات في التحليل الأرجح أن القادم سيكون جسر الشغور وأدلب تكثيف العمليات هناك تكثيف المساعي من أجل استعارة هذه المنطقة تحديدا لما تشكله من نقطة وصل استراتيجية بين حلب وبين اللاذقية وفي ذات الوقت يعني إمكانية في حال تمكنت المجموعات المعارضة المسلحة من تمكين وجودها هناك من تشكيل خطر حقيقي على مدينة حلب وعلى اللاذقية في ذات الوقت لذلك ربما هنا تحدث عن تحليل ربما تكون النقطة القادمة هناك لكن كما عودنا الميدان السوري الميدان السوري متحرك بشكل دائم والتطورات ربما أحيانا تفرض نفسها على الخطط لذلك قد يكون هناك أيضا خيارات أخرى لكن ما يظهر حاليا في الأفق هو إدلب وجسر الشغور ناصر تحدث أن ما يجري اليوم في القلمون يفيد إسرائيل لناحية أن ما يجري هو استنزاف لحزب الله اليوم يقال أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة والأتراك والحلفاء أقليميا في عدم الاستعجال بالمفاوضات من أجل الحلول في سوريا طالما ما زال هناك بعض الوقت الذي يسمح بإغراق أعدائها وتوريطهم في حرب مضنية وفق معادلتين أو معادلات تحاكي فيهم الأمريكيين كيف يتم هذا الضغط فعليا؟ في أي اتجاهات تعمل إسرائيل لإبقاء هذه الجبهات مفتوحة كما تظن هي أنه لستنزاف حزب الله نعم إذا أجوز لي من قراتي للشال الإسرائيلي إسرائيل لا تضع سيناريو واحد أبدا أبدا دائما سيناريو الخيار العسكري موجود لكن هناك سيناريوهات أخرى في حال انتصر الجيش السوري وحزب الله هناك سيناريو جاهز في حال انتصر خصومهم والمقاتلين والمعارضون والمتمردون هناك سيناريو جاهز لفت الانتباه اهتمام إسرائيل بنوعية الأسلحة التي استخدمت بودي الحديث في عجالة مع أنه الموضوع واسع أنواع الأسلحة إسرائيل تقول بأنها راقبت استخدام بمهارة من جانب حزب الله لطائرات من دون طيار في معركة القلبون كما استخدمت أسلحة متناهية الدقة في مناطق مرتفعة 2500 متر في سطح البحر هنا يدل على أن رقابة العسكرية لا تعطي معلومات كثيرة وإنما شذرات معلومات لمن تريد مثلا رئيس التحرير المصدر الإسرائيلي شمرت مئير قالت بأن حزب الله لم يترك سوى 5% من قواته على حدود شمال فلسطين في حين جنرالات سربوا معلومات مختلفة تماما الجنرال لم يذكر اسمه يقول بأنه بالإضافة إلى التدريبات القاسية جدا التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي فإنه بالتزامن مع هذه التدريبات القاسية إن القيادة السياسية الإسرائيلية تقوم بتطويع ذهنية الجمهور الإسرائيلي أن المسألة في المستقبل القادم يجب أن تكون منع الحرب ولو كان على حساب الخوف ولو كان على حساب أن إسرائيل مترددة أي أنه يطلب من الجانب العسكري تكثيف التدريبات وخصوصا مع الأسلحة الجديدة في يد حزب الله ويطلب من الجهات السياسية على الجبهتين الشمالية والجنوبية مع غزة أن تقوم بعملية تأجيل أي سيناريو حرب خصوصا في هذا الصيف وأيضا تقول بأن حزب الله في قرية اسمها المحبيب وقرية اسمها الشاكرة هناك أربعة آلاف تتحدث عن آلاف الصواريخ والأهداف العسكرية وأن حزب الله نقل منذ العام 2006 كل قواعده وتكتيكاته العسكرية الميدانية على الأرض إلى المناطق المهولة بالسكان في قرى صغيرة يعني ما مخطط إسرائيل اليوم أمام هذا الواقع ناصر لحم يتعرف أنه اليوم حزب الله قوي ما زال قوي لذلك هي تبعد قرار الحرب هل هي تختار فقط خيار أن نلجأ إلى استنزاف حزب الله بهذه المعارك المفتوحة ليس أمام إسرائيل سوى هذا الخيار الذي تعتمد عليه أو الذي تعتمد عليه نعم سأؤكد على سؤالك سأؤكد أيضا أن إسرائيل جائزة لأكثر من سيناريو وفي هذا الوقت بالذات سوف تتابع إعلاميا سيكولوجيا تدمير سمعة حزب الله كثير من الكاركاتيرات ضد سيد حسن نصر الله سألخص بأن إسرائيل تريد أن تسير على حبل رفيع وتعرف أن حزب الله لديه 130 ألف صاروخ قادرة على إطلاقها وأن أي حرب قادمة ستكون مؤذية جدا للمدنيين وكما سمعنا ليس فقط مؤلمة سمعنا ما قاله أيضا الزميل حتى إيران تعتبر إيران أن هذه المعركة معركة وجود بالنسبة لها لم يعود الخوف فقط من حزب الله على أي حال سوف أعود إليك ناصر وإلى أكثر نقطة واحدة بقيت نعم نقطة واحدة فقط أن إسرائيل ملتزمة في مسألة الضربات ملتزمة بمسألة الضربات الجوية لقوافل الأسلحة التي تعتبر أسلحة فتاكة يجب أن لا يملك حزب الله هناك اتفاق ضمني مع أمريكا أن أمريكا تغفل عينها عن أي ضربات إسرائيلية للأراضي السورية إذا قامت بذلك طبعا ناصر سوف أعود إليك وأعود إلى كل الزملاء ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير مشاهدين انتظرونا عندما تبدأ هذه العملية هي ستتحدث عن نفسي من جديد أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة من بين عواصم القرار ومن جديد إلى زميل محمد علوش وهو معنا من بيروت محمد اليوم ثبق لفريقه والربع عشر من أذار أنشنا حملة استباقية لمعارك القلمون بداية أين الجيش اللبناني اليوم من هذه المعارك والتي هي على حدود بلاده أي انعكسات لهذه المعارك أيضا على السعيدين العسكري والسياسي في الداخل اللبناني طبعا فريق الرابع عشر من أذار هو في تحالف واضح جدا مع دول الخليج في إطار الصراع الموجود الآن في سوريا وله رؤية أيضا يرى أن إيران بالفعل هي تتمدد في هذه المنطقة وبالتالي تعمل عبر أدوات موجودة في هذه المنطقة سواء كان في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في لبنان في إطار رؤية موحدة إيرانية تغزو العالم العربي هذا قائمة لدى قوى الرابع عشر من أذار وبالتالي عندما ينظر إلى حزب الله في لبنان ينظر إليه من شقين أنه جزء أساسي أو مقونات المجتمع اللبناني طالما أن هناك حاضنة شعبية له وبنفس الوقت هو عبارة عن لواء إيراني موجود في لبنان ينفذ أجندة إيرانية سواء كان في الداخل اللبناني أو في الداخل السوري اللافت في الموضوع أنه مؤخرا علا تزامنا مع معركة القلمون حصل حكم قضاء على الوزير السابق ميشيل اسماح وكان الحكم بالنسبة لقوى الرابع عشر من أذار كان مخففا وبالتالي حصل نوع من التسريبات لما قيل أنه هي عبارة عن تواطئ مباشر من قبل الرئيس السوري وأيضا اللواء علي مملوك مع ميشيل اسماح لضرب السلم الأهلي في لبنان مما اعتبر رسالة من قوى الرابع عشر من أذار على ما يحصل أيضا في القلمون من ناحية وأيضا في إطار الصراع الآن الموجة المفتوحة ضد إيران إعلاميا سياسيا ديبلوماسيا وحتى عسكريان من هذه الزاوية نستطيع أن نقرأ الآن التحركات لقوى الرابع عشر من أذار الرابع عشر من أذار بخصوص الجيش اللبناني هي تريد طبعا تحييد الجيش عن هذا الموضوع البعض يقول أن الجيش فيه نوع من الاختراقات من قبل الوجود السوري المزمن كان في لبنان إضافة إلى حزب الله وبالتالي أحيانا يقوم ببعض الأفعال التي تتنافى مع ما هو مطلوب منه وأن يكون ممثل لكل الشرائح اللبنانية وهناك طيف آخر يقول لا أن الجيش اللبناني يعفعل ما باستطاعته وبالتالي علينا جاهدين أن نفك ما بين ما يريده حزب الله وهو طوريد الجيش اللبناني في أي معركة إلى جانب الجيش السوري وما بين ما تعيشه الحياة السياسية في لبنان لماذا فريق الرابع عشر من أذار اليوم يفضل أن يكون يعني هو كما قلت جيش لبناني يفترض أن يدافع عن حدوده وهذا الإرهاب لا يعرف حدوده هو معروف أنه لن يقف عند نقطة معينة أو يكتفي بهذه الأرض أو هذه الأرض أو غيرها اليوم لماذا هذا القرار بأن يكون الجيش أصلا على الحياد لا قوة الرابع عشر من أذار لا تقول أن الجيش تريده أن يكون على الحياد بل على العكس تماما تريد أن الجيش أن يقوم بواجبه الوطني وهو حماية الحدود اللبنانية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بمعنى آخر أنه ليس لحزب الله الحق في أن يقوم بواجب الجيش اللبناني وأن ما يقوم به حزب الله هو انقاص لقيمة الجيش وإضعاف لدوره أيضا في حماية البلد وليس العكس لكن دعينا نقوم متفقين على الأقل أنه حصل نوع من التوافق الدولي والإقليمي على تحييد لبنان عن الصراع الآن القائم في سوريا هذا أمر بالفعل أنتج ما يعرف بحكومة الرئيس تمام سلام وبالتالي وإن كان فيها مناكفات لكنها على الأقل تحاول أن تحفظ الحد الأدنى من الاستقرار المطلوب في لبنان كواء الرابع عشر من آثار فيما يتعلق بالجيش اللبناني ترى أنه مهمته الأساسية هو حفظ السلم الأهلي في لبنان والابتعاد قدر الإمكان عن التجاذبات السياسية التي ترى طبعا هي في خلفية ترى أنه هناك من يحاول أن يورط الجيش في هذه الملفات وهو تحديدا حزب الله ومن خلفها أيضا إيران هي تريد أن تحيد لبنان بحسب ما تقول طبعا قواء الرابع عشر من آثار تحيد لبنان بمؤسساته كافة عن أي تجاذب سياسي وأيضا عن أي محور إقليمي قائم لكن المتابع والمدقق أحيانا نجد أنه هناك أكثر من وجهة نظر قائمة من داخل قواء الرابع عشر من آثار نستطيع أن نقول سكور وحمائم من يتهم الجيش بالتواطئ مع حزب الله ومن يرى العكس تماما أن الجيش بالفعل يقوم بما يستطيع وأنه في ضب الإمكانات المتاحة لا يستطيع أن يقوم بدور أكثر مما هو مطلوب منه حاليا ننتقل إلى الزميل علي هاشم علي اليوم هناك الكثير سمعت مقاله الزميل محمد علوش الكثير ربما من علامات الاستفهام أو الأسئلة تطرح بعد ذلك على حزب الله هناك ما يسمى بحوار مع المستقبل بين حزب الله وتيار المستقبل أي تأثير ربما سياسي لهذه المعارك خاصة في ظل النتائج التي أحرزتها وهذا التقدم الذي أحرزته المقاومة مع الجيش السوري في القلمون هل قادر حزب الله هل يضع في حسبانه أنه قد يكون هناك نتائج سلبية في الداخل اللبناني هل وضع لها خطط لمواجهتها أيضا هناك عساكر لبنانيين جنود لبنانيين مختطفين أيضا ومصير مهدد في واقع الأمر يعني الحوار الذي يجري في لبنان هو نتيجة التفاهمات إقليمية ودولية بأن يبقى أن يوضع لبنان على لائحة الانتظار أو زر الانتظار باعتبار أنه ليس هناك مصلحة لأي من الأطراف الرئيسية اللاعبة في لبنان أو حتى الدولية المهتمة بالشأن اللبناني بأن يتدهور الوضع في لبنان باعتباره حاليا برغم كل المشاكل الموجودة فيه غياب رئيس جمهورية مجلس نيابي ممدد لا حكومة تصريف أعمال قاد أمنيين حتى الآن بعضهم وصل إلى مرحلة التجديد ولم نستطع الوصول إلى نتائج رغم كل هذه التعقيدات لكنه يعتبر نوع من واحة السلام في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة وهذا أمر ربما غريب على لبنان في السنوات الماضية كانت كل المنطقة تمر بسلام ولبنان هو المتوتر اليوم لبنان رغم كل هذه الأمور هو الأقل توترا لذلك هناك مصلحة كبيرة إقليمية ودولية في أن يبقى لبنان كذلك بالنسبة لحزب الله يعلم بأن هذه العمليات وهذه المعارك داخل سوريا ومشاركته في سوريا ربما تؤدي إلى صدام كلامي تؤدي إلى بعض التوتر الكلامي لكن في المرحلة الحالية لا يبدو أنها ستؤدي إلى أكثر من ذلك أما بالنسبة للجنود اللبنانيين فهذه مسألة حساسة جدا الدولة اللبنانية حتى الآن لم تستطع أن تصل فيها إلى أي نتائج هناك تملم واضح لدى اللبنانيين من هذا الموضوع طبعا هذا الأمر ربما يتضح من خلال الاعتصامات التي يقوم بها أهالي هؤلاء الجنود الذين حتى اللحظة لا يستطعون حتى أن يفكروا في المصير الذي سينتهي إليه أبنائهم طبعا كانت هذه المعركة جزء منها مرتبط بما حدث سابقا مع هؤلاء الجنود ربما في مرحلة ما لاحقة قد يكون هو الدور على الجيش اللبناني في أن يقوم بما يلزم من أجل تحرير جنوده أو أن يكون هناك نوع من الاتفاق لتسوي ما لتبادل ما أي كان من أجل إنهاء هذا الملف لأن هذا الملف يعني كبقية الملفات اللبنانية بدأ يدخل مرحلة الروتين وبدأ يوضع فيها الأدراج ويعني يتطور معلومة وتبقى الحرقة في قلوب الأهالي فقط إلى الزميل سلام العبيدي معنا من موسكو يعني تحدثت عن لقاءات كثيرة كانت لروسيا حدثتني أنه كان في محاولات لسحب الدعم عن محور المقاومة وتحديدا سوريا من ضمن هذه الزيارات كان هناك زيارة للرئيس سعد الحريري إلى روسيا هل كانت ضمن هذا الإطار أيضا هل كان كما حكي أنه سحب الدعم عن المقاومة ومن ورائها سوريا لا معلاء في الواقع فقط أو أعرج على بعض القضايا السريعة كي أدخل إلى هذا الموضوع بشكل سريع لو سمحت لم يدخل النهار نعم يعني بشكل عام ما يجري الآن إلى حد ما يمكن القول أنه مريح لروسيا وربما يتجاوب مع تطلعاتها وربما مخططاتها المملكة العربية السعودية يمكن القول متورطة في اليمن وهذا قد يؤدي إلى إضعاف دورها إلى حد ما في الضغط على سوريا في نفس الوقت لدى روسيا خيوط تمسك بخيوط عديدة فيما يتعلق بتركيا كموضوع مشروع الغاز الجديد وإلى آخره من التأثيرات وفي هذا الإطار تأتي زيارة سعد الحريري إلى موسكو ولقائه بوزير الخارجية لفروف بلا شك سعد الحريري جاء بمهمتين أو برسالتين رسالة تتعلق به وبالوضع الداخلي اللبناني ورسالة أخرى تتعلق بالملف السعودي أو بالأحرى بالتأثير السعودي في كل قضايا المنطقة الروس قالوا بوضوح لسعد الحريري أن روسيا مع وحدة وسلامة أراضي لبنان وإلى آخره وإلى ضرورة أن يكون هناك صف واحد في لبنان وينتخب رئيس الجمهورية وأن تكون من أولويات الدولة اللبنانية هي السلام الاجتماعي والأمن الداخلي وإلى آخره والتصدي للإرهاب وهنا ربما الشيء الأساسي في هذه الزيارة بالنسبة للموقف الروسي وهي إشارة واضحة إلى أن روسيا لا تساوم على مواقفها المبدئية فيما يتعلق بقضايا المنطقة وتحديداً سوريا لذلك فهم أن الرد الروسي إلى سعد الحريري كان بمثابة روسيا لن تتخلى عن سوريا وما يتقوم به سوريا مدعومة من المقاومة تهديداً من حزب الله يصب في الرؤية الروسية للتسوية في المنطقة الأسيما أن روسيا أكثر الدول التي تحاول أن تجد حلاً سياسياً للأزمة السورية إذن الروس كانوا واضحين وصريحين في حديثهم إلى سعد الحريري وأيضا طلبوا منه أن ينقل هذا الرد إلى المملكة العربية السعودية أن روسيا لم تساوم ولن تدخل في عمليات ربما مصاومة مع الآخرين في هذه المتساة الحيروية جيد نعود إلى زميلة ديمة نصيف معنا من دمشق ديمة في ظل عدم التنصيق اليوم بين الجيشين اللبناني والسوري يعني إذا أمكان أن تحطينا أيضا إذا كان هناك من جديد على هذا الموضوع التنصيق طبعا بين الجيشين خصوصا في الجزئية المتعلقة بالحدود ما هي الأجراءات التي تتخذ دمشق في موضوع حصر المسلحين يعني ليس هناك من تنصيق حتى اللحظة بين الجيشين اللبناني والسوري وطبعا سوريا حتى في المعارك التي تخذها مع المقاومة في الجرود القلمونية الذي لا يقترب الجيش السوري من المناطق الحدودية طبعا هناك تداخل كبير في الحدود كما نعلم في هذه المناطق وأيضا لم يكن هناك في وقت سابق ترسيم الحدود بين البلدين وهي واحدة من النقاط لبقية عالقة وبقية إشكالية ربما بين سوريا ولبنان ولذلك حتى في المناطق التي يشتبه بأنها تخضع لسوريا أو تخضع للبنان لا يقترب الجيش السوري كثيرا من هذه المنطقة وربما هذا يفسر إلى حد كبير كيف يعني من دخل إلى تلة طلعة موسى كانت المقاومة وحدها طبعا بإسناد ناري ومدفعي من قبل الجيش السوري لكن طلائع الجيش السوري لم تتقدم إلى تلك التلة ولكن تركت للمقاومة ربما لأن هذه التلة في بعض أجزائها هي على النقطة الحدودية بين لبنان والسوريا بكل الأحوال حتى اللحظة ليس هناك من أي تنسيق هناك دائما تمنيات يعني عندما يسأل هذا السؤال سواء للمسؤولين العسكريين أو حتى في الأرويق السياسية هناك تمنيات أن يبقى هناك تنسيق بين الجيشين ولا طالما طلبت دماشق منذ بداية معركة قلمون أو حتى قبل معركة القلمون وهي تطلب كانت دائما من كل القوى الإقليمية بأنه لا يمكن ضبط الإرهاب أو منع تسربه أو منع تمدده بدون ضبط الحدود وهذا أيضا كان مطلب من الحكومة اللبنانية ومن الجيش اللبناني وطبعا كما نعلم بأن الحكومة اللبنانية اختارت النائب النفس وبالتالي ربما تاهت الحدود بين ضرورة التنسيق بين الجيشين ويفترض أنهما جيشين تربطهما معاهدة تحالف ودفاع مشترك وبين القرار السياسي اللبناني الذي لا يمكن إلا بموجبه أن يكون تحرك للجيش اللبناني أي أن يكون مدعوما بغطاء سياسي في كل تحرك على العكس طبعا الجيش السوني الذي يملك المبادرة بشكل فردي دون الرجوع إلى قرار سياسي في تحركه أو حتى في مبادراته العسكرية لكن حتى اللحظة ليس هناك من أي تنسيق ربما هناك مطالب على الأقل أن يقوم الجيش اللبناني بضبط الحدود وبنشر قواته على هذه الحدود كي تتحقق بشكل كامل ويكون هناك إحكام بشكل كامل لكل العملية التي تجري اليوم في الجرود القلمونية في الختام ننتقل إلى زميل ناصر اللحمه معنا من بيت لحم ناصر صحيفة إسرائيل اليوم كتبت راقبه جيدا أداء حزب الله ونتائج المعركة في جرود القلمون لتعرفوا مسبقا نتائج الحرب المقبلة معه طبعا حرب إسرائيل معه ماذا نفهم من هذا الكلام عند أي نقطة ستدخل إسرائيل علنا في معركة مباشرة مع لبنان بعشد من الاختصار إسرائيل اليوم تابع لناتنياهو تمثل اتجاه نتنياهو في الحكم إسرائيل بزعمة نتنياهو ليست راغبة في أي حرب مع لبنان أو غزة إلا إذا تورطت فيها أما من ناحية الغدر وعمليات الاغتيال وعمليات القصف فهي مدمنة على ذلك أريد أن أجيب أو أرد على إسرائيل اليوم بملخص سريع جدا للعقلية الإسرائيلية هل إسرائيل متعجلة لحسم المعارك في سوريا الإجابة لا إسرائيل مستمتعة بفوضى متنوعة ومتعددة مقصودة إسرائيل مؤججة وليست مؤجلة للأوضاع إسرائيل وأمريكا ربما متفقتان على ذلك استنزاف الجيش السوري مثلما استنزاف الجيش المصري مثلما استنزاف الجيش السعودي وأي جيش آخر في معارك على مبدأ العرب الجيد هو العرب الميت كما قال كولدا مائير أريد أن أقول قبل شيكسبير في الختام قبل شيكسبير بمائة عام كان الكاتب الروسي الكبير جوجول كتب كتاب النفوس الميتة ذلك اليهود الذي يشتري الأرواح من المقابر بعدها بمائة عام تقريبا شيكسبير كتب تاجر البندقية وشايلوك الذي أيضا بنفس المبدأ أعتقد بأن حكومة نتانياه الآن تسير على نفس النهج مستعدة أن تتاجر بأرواح العرب نسبة لتل أبيب العربي الجيد هو العربي الميت لكن في الحقيقة التاريخية لا ننسى أن فلسطين هي الشاطئ الجنوبي للشام ناصر اللحام محمد علوش علي هاشم ديمة نصيف وسلام العبيدي أشكركم جزيل الشكر على المشاركة في حلقة هذه الليلة من بين عواصم القرار وطبعا الشكر الأكبر لكم مشاهدين على طيب المتابعة تصبحون على الف خير اشتركوا في القناة